على الزوجة في الإسلام أن تلبي رغبة زوجها في الفراش قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا الرجل دع زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور رواه التلمذي وحسنه ورد الوعيد الشديد المرأة إذا عصت زوجها في الفراش وقال عليه الصلاة والسلام إذا دع الرجل مرأته إلى فراشه فأبت فلم تأتي فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح رواه البخاري ومسلم الله يعلم حاجة الرجل ويعلم أنه قد يأتي من خارج ويمكن أن تتعلق نفسه بشيء أو رأى شيئا ويعلم هذه الحاجة ولذلك أمر المرأة أن تجيب زوجها ولو كانت على التنور لو كانت تخبز تجيبه بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للمرأة انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك رواه الإمام أحمد وحديث صحيح معنى ذلك أن المرأة عليها أن تلبي رغبة زوجها وتطيع المرأة في الغرب ليست مجبرة على ذلك بل عندهم قضية اغتصاب الزوج لزوجته أنه إذا أتاه رغما عن هذا اغتصاب يعدونه اغتصابا لا بد أن تكون متهيئة لا بد أن تكون راضيهية بزعمهم والغرب منقسم في قضية النساء من هذه الناحية فمنهم من أعطى الزوج ما يريد في هذا ولكن في كثير من الحالات لا يعطونه الحق في هذا ولذلك عندهم لا تسلم المرأة نفسها للرجل متى ما أراه